أهلا بحضراتكم مرة تانية يعني طبعا لازم نبتدي الحلقة النهاردة بالكلام على فرقتنا اللعيبة للرجال اللي عندنا في النادي الأهلي بصراحة واللي فرحوا كل الجماهير الأهلوية وجماهير الكرة المصرية بالمناسبة يعني الأهلي بيمثل مصر في البوصلة دي يعني دي حاجة مش عايز أرجع وراء لكن كان فيه كلام متفز يعني كتير جدا بيتقال واحد كان هناك ماسك نفسه شوية لكن في كل الأحوال ممثل مصر وأفريقيا النادي الأهلي شرف القرة وشرف يعني بلدنا الحبيبة مصر وشرف كل الأهلوية بيعني مشاركته المميزة في كاس العالم للأندية المشاركة اللي كان يعني مصحوب بيها ظروف كتير قوي 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 تعرض ديها الفريق سواء قبل البطولة أو أثناء البطولة هتقول لي إيه اللي حدثت أثناء البطولة ما هو اللعيبة الدولية جات لا أقول لك كان فيه إيقافات سواء أفشة أيمن أشرف اتنين مهمين اللعيبة حتى الدولية اللي جات لعبة مجهدة جدا والله فعلا تعبنين قوي قوي فالظروف كلها كانت راحة في اتجاه إيه والكلام وأكيد حراركم كنتم تبعين قبل البطولة يتقال لك الأهلي حيطلع الأخير في كاس العالم للأندية ده اللي كان بيتقال صح صح الأهلي ربنا يستر عليه في كاس العالم للأندية الحمد لله ربنا سطر والحمد لله الأهلي كان عنده أبطال في الملعب ما بيفرقش معهم ظروف أو من الظروف ناس بتلعب عشان اللي هي موجودة في الأهلي طبعا ما هي موجودة في الأهلي أين كاملين اللي بيلعب فهو يستحق التواجد لأنه هو لعيب كبير لأنه هو لعيب جامد هو الأهلي مش هيتعاقد مع أي حد أو مش هيتطلع أي حد من قطاع النشئين غير لما يكون بيستحق أنه هو يمثل النادي الأهلي وأنه هو يمثل مصر برضه فدي جزئية مهمة لك